إلى شأن آخر حيث قال الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية اليوم في أحدث تدريب عسكري على ما يبدو بالقرب من حدودهم المشتركة وسقطت بعض القذيف في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية فيما وصفت السول بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين التي تهدف إلى تقليل التوترات وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية في شأن إطلاق القذائف